أم المهدي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام وطيب بركاته مساء الخير شيخنا كلنا أنت طيب وأنت طيبين من الله عليك نبي نسألك تفضلي عندي سؤال تفضلي عندي مبلغ مال من الزكاة يعني أرمنة نعم ربي فأيتام ربي فأيتام وعندي مبلغ من المال اللي هو زكاة نعم يجيني كل سنة ثواني يقارب ثلاثة سنوات المبلغ محتفظة به عندي مش متصرفة فيه يعني مش محتاجت له حاليا بشيوني ينقر جيس بيه مشروع ولا نصف على صغار يقعدين صغار نعم يعني هل فيه زكاة أم لا الجواب فيه زكاة حتى لو كان ينفق منه على الأيتام وحتى لو كانت أرملة عندها هذا المال ولا يكون لها كسب لكن ما دام بلغ النصاب فيه الزكاة إذا نزل على النصاب ما عد فيه زكاة عبد الوهاب تفضل السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته معي سؤالا فتفضل السؤال الأول هل نكتفي بقراءة الفاتحة في صلاة الراتلة أما في السرية لا بد نقرأ وأما في الجهرية قال بعض العلماء إذا جهر الإمام أنصت المأموم وكفاه قراءة الإمام وقال بعضهم يقرأ فيه سكتات الإمام إذا سكت الإمام سؤال الثاني السؤال الثاني من أجر لمن دلتاء يذكر الله بعد صرات الفجر حتى تطلع الشمس له أجر عظيم جاء في بعض الروايات كأجر حج وعمر تامة 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 وتكلم بعض في صحة لكن بغض النظر عن هذا أجره عظيم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر إلى أن يتعالى النهار ويذكر الله سبحانه وتعالى فمثل هذا غدا إن شاء الله من العبادات العظيمة أميرة فضلي السلام عليكم كل عام وحفظتك بخير يا شيخ ربنا يبارك في عمرك يا رب أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال لوري لو أنا بصلي بالنقاط وبيسجد عليه هل الصلاة كده صحيحة؟ أنا مفروض أفضل نعم الصلاة صحيحة وخصوصاً إذا كان هناك رجال أجانب حولك محمد فضل ما بيبقىش في رجال أجانب ولا حاجة بسنع لما ضرف عن النقاط مشكلة خرص إذا كان ما في رجال أجانب ارفعي خرص الأفضل أن تسجدي بلا حائل تسجدي بلا غطى على الأرض الأفضل أن تباشر الأرض بالسجود إذا وجد رجال أجانب غطي محمد فضل الشيخة السلام عليكم عليكم السلام وطي بركاته عندي حرمتي صار سنة وستبتشهر حافظني زعلة صار حدث مشكلة وتأثيرها عالم هواية يعني وشلوك وهذا واتعمني وما أريد أن ترجعها صار سنة وستبتشهر والنوقع ضغط إعيالي إعيالي أخرين نشوفهم والأخرين يجون علي وتريد النوقع عندي مسرف وهي يعاني لا ينطلقها ولا أجعلانها صارت مشكلة حدثت مشكلة حدثت عليها وبنتي أروح إلى هادث وطلعة تراحة ثالثة بعد ما أجلت والداني رحتي بنفسي عليها وخلت عماني وخلت الريفتي وخلت بجيبي وما رضي ثم أخبرت إلى عماني ما رضي ترجع عليها وهذا نوم كانت تخابرني تقول لها لي أنت الأرقاب من عمّة سبحانه وتعالى في المنطف لعيالها في هذا تعالي وأنا هكذا نوم تزوجي وعندي عندي حطارت عندي إذنية من هاي المنطقة وعيب أن تتعالي وعيب أن تتعالي وعيب أن تتعالي على بيتي وعيدا رجي من الكناشة وإحنا أخوان إن شاء الله ومع ذلك ترجع هل يجب أن تخلقوا بهذه الأشياء طيب أولا ينبغي على الإنسان أن يصون بيته وأن يحرص على بقاء وأن يحرص على حسن العشرة مع أهله خيركم خيركم لأهله ثانيا لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بغير إذن زوجها فلا تخرجي من بيته بغير إذنه وإذا صار خلاف فهناك طرق جاءت في الشريعة لحل الخلاف إذا كان من جهة الزوجة النشوز والتمرد فعظوهن وهجرون في المضاجع والعقوبة إذا عقبها بعد ذلك تكون بغير ضرب على الوجه ولا يكسر ولا ولا يجرح إلى آخره إذا كان وصلت المسألة إلى طريق مسدود فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما وفي النهاية إذا ما كان في أي فائدة وصلت الأمور إلى طريق مسدود فتسريح بإحسان ولا يضر في ولدها ترى الولد إذا كان لها ولد وإذا كان صغيراً الحضانة عندها ما لم تنكح في أصول شرعية لطريقة لحل الخلاف بين الزوجين ولو تفاقم ولو حصل الفراق كل له أحكام ليست القضية فوضوية واعتباطية ولابد نراعي حدود الله طيب أمت الله تفضلي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته شخص قلع طلاة الفجر ثم جلس يذكر الله فأحدث فتوضى ثم يعني فهم ينحط من ضمن الجئة التي ذكرها الرسول في حديثه الشريف نعم من قعد يذكر الله فأحدث فذهب وتوضى ورجع إلى مجلسه فالحمد لله أن عمله أن عمله مكتوب مشهود وحرصه على الطهارة يؤجر عليه وكون سبقه الحدث فقام ليرجع ولم يقم ليذهب أو ليلهو أو لينام وإنما ليرجع فلا شك أن هذا أجره عظيم يكتب له وحرصه على الطهارة كذلك عبد الرحيم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته بحاجة شيخ خلال الفاضل الشيخ محمد حياك الله يا أخي والأمة الإسلامية إن شاء الله الضالف خير آمين جزاك الله خير بس عندي سؤال أن تذكرت يا شيخ خلال الفاضل أننا نتذكر أمرين في يوم عرفة بل الله ندعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتقنا من النار فنريد من سمحتك يا شيخ تعطينا لو نبذع عن أهوال نار جهنم أحساس نستشعر الدعاء يعني استهل عظمة النار أو الأهوال يوم القيامة طيب أما النار فبئس القرار رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة ملازما إنها ساءت مستقرا ومقامة هذه النار حرها شديد وقعرها بعيد ألقي حجر من شفيرها فبلغ بعد سبعين سنة أوقذ عليها أعدت سابقا أعدت من زمان أعدها الله وهي تستعر وتشتعل انتظارا لورود أهلها ودخولهم أعدت للكافرين أعدت للمتكبرين أعدت لهؤلاء المعاندين والعصات النار هذه فيها مقامع وسلاسل وأغلال فيها خزنة فيها خزنة يسعرونها والدخول إذا أطبقت عليهم كيف ما لهم مخرج ولا محيص هذه النار اشتكت إلى ربها اشتكت من شدة الحر قالت ربي أكل بعضي بعضا اشتكت النار إلى الله تقول أكل بعضي بعضا ناركم التي توقضون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم شدة الحر من فيح جهنم كيف فيح جهنم نفسه كيف النار نفسها نزاعة للشواء تنزع لحم الوجه تنزع فروة الرأس من شدة الحر خنادق من نار وعامها مرير ماءها حميم ذل مهانة هذه النار فراش من النار مهاد والغطاء من النار والعياذ بالله ولضة هذه النار فيها من ألوان النكال إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا نَكَالًا وَجَحِيمًا وَعَذَابًا ذَا غُصَّةٍ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا وَقُودُوا الناس والحجارة ولذلك لابد أن نخاف عذاب الله لابد نسأل الله السلام منها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أهوى أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه يغلي يغلي منهما دماغه هذا أهوى واحد ولذلك ربنا صرف عنا عذاب الجهنم نسأل الله السلام منها والخلاص والاستعداد اليوم هذا في الدنيا للنجاة هناك نسأل الله السلام والعافية محمد فضل يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ صيام يوم عرفة إن شاء الله هل يجوز أن ننوي صيام يوم عرفة مع صيام الفائد في الرمضان يجوز وإذا نوى القضاء يجزئه ويرجى له أجر صيام عرفة إذا فصله ما أحسن أفضل لكن لو صام غدا بنية القضاء أجزئه وسقط عنه ذلك اليوم أجزئه بدر تفضل السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله أحبك الله الله يبتعدك الشيخ وبركاته إذا كنت أضحي في ذي هذه الأيام وأنا ما نويت من الأيام الأول ما يضر أمسك من وقت ما نويت من يوم ما جزمت أمسك ما يضر لو أنك أخذت من شعر قبل ذلك لما كان عندك نية ما كنت جازما الآن من وقت النية من وقت الجزم وضحيتك صحيحة والحمد لله وإذا أحبته ضحية البلد أقدر برضو؟ إذا أحبت إيش؟ إذا أحبت ما ضحيها مثلا تنكى ضحية البلد تستطيع لا مانع لكن الأفضل أن تضحي في البلد الذي أنت فيه لتستسمنها وتستحسنها وتذبحها وتشهد ذبحها وتأكل منها لكن لو نقلت إلى بلد آخر لا مانع لشدة حاجة أو قرابة محتاجين أم محمد فضلي نعم أخي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أم محمد من الجزائر أسأل الزوج الذي ليس له سكن وخاقد إمرأة من سنوات هل تستخل قطبة أم لا؟ لأنها في ضرر يعني سنوات عائلة السلام عليكم لحظة لحظة محمد عليكم السلام محمد نعم أعيدي السؤال مرة أخرى نعم الزوج الذي ليس له سكن وخاقد إمرأة من سنوات هل تفسخ الخطبة أم لا؟ لأنها في ضرر سنوات وهي مخطوبة نعم يعني هي الآن لها أن تفسخ الخطوبة أول شيء إذا كان مجرد خطبة ما في عقد شرعي خلص يقولون له يا ابن الحلال نحن الآن سنوات وأنت ما استطعت توفر سكنا ولا استطعت أن تكون بأمر النكاح فنفسخ الخطبة وإذا كان أعطاهم أشياء ردوها إلي أحسن ويقولون يعني طال لا ضرر ولا ضرر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر خرص نحن أنت في حل ونحن في حل وانتهت العلاقة الخطبة خرص لهم ذلك ما في حرج ما هي مجبورة تجلس سنوات ويضيع من عمره سنوات لعجزه عن النكاح أو لعجزه عن توفير ما يلزم للنكاح ما هي مجبرة أبو أنس تفضل الأخ عصام تفضل السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أم حج قبل السنوات وتركوا طواف الإفاضة فما حصمون لا زالوا في إحرام الحج ما تحلل التحلل الأكبر إلى الآن فعليهم الذهاب لطواف الإفاضة هذا ركن لا يسقط يبقى الحج معلقا حتى يؤتى بطواف الإفاضة وطبعا إذا كان أتى أهله فهذه قضية أخرى يعني من أتى أهله عالما فعليه دم لإتيان الأهل قبل طواف الإفاضة وطبعا علي أن يأتي بطواف الإفاضة لا بد طبعا مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويجب العودة لأدائه والذي حصل منه هو التحلل الأول فقط أما التحلل الثاني ما حصل التحلل الثاني ما حصل أم عبد الله تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو تمهت يا شيخ أن الله عز وجل يعتق في يوم عرفة فهذا خط بالحجاج أم لغيرهم السؤال الثاني الدعاء يوم عرفة متى يبدأ بالنسبة للحاجة أو لغير الحاجة خير الدعاء دعاء يوم عرفة واليوم هذا ترى دخل من الليلة هذه الليلة منه هذه الليلة منه الآن نحن الآن في ليلة عرفة ليلة التاسع نحن الآن في ليلة التاسع لكن اليوم الذي في الحج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال واتجه إلى بعد ما صلت ظهر العصر دخل عرفة واتجه إلى الصخرات في أسفل الجبل ووقف يدعو الله إلى غروب الشمس وقف وقوفا طويلا جدا عليه الصلاة والسلام يدعو الله يدعو الله معناها معناها ساعات يعني إذا صلى لما دخل وقت الظهر أذن المؤذن وصل الظهر والعصر جمعا قصرا ثم اتجه إلى الصخرات أسفل الجبل معناها معناها كم جلس كم وقف كم وقف يا إخواني يعني إيه لنفترض الصلاة تأتي الواحدة والنصف مثلا يعني والمغرب قرابة الآن يعني السادسة والنصف يعني كم يعني خمس ساعات يدعو الله عز وجل إلى أن غربت الشمس لكن فضل عرفة عام لأهل البلدان والحجاج صحيح الحجاج لهم ميزة قطعا أكيد لأن الله يباهي بهم أهل الملائكة يقول ما أراد هؤلاء عبادي جاءوني شعف الغبرة بلا شك أهل الموقف أفضل وخير وأرجى والله سبحانه وتعالى يعني ينزل عليه مرحماته وبركاته ونفحاته لكن أهل البلدان ليسوا محرومين والحمد لله أهل البلدان له فضل عظيم لهم نصيب من عرفة وهذا صيامهم يكفر سنتين وحتى الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة يشملهم خير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله الله يشملهم ولهم نصيب من العتق من العتق ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة هذا أيضا لهم أهل البلدان لهم نصيب وبعده العيد سبحان الله يعني عبادة وصيام عرفة وعيد بعده فرحة الفرحة بعد هذا هذه العبادات فاطمة تفضلي فاطمة نعم 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 السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته يا شيخ سألت أنا صلاة اليد للمرأة زي صلاة الرجال نعم تذهب المرأة مؤتحجبة غير متزينة ولا متطيبة وتصلي خلف الرجال وتأتم بالإمام ولها نصيب من موعظته وإذا كانت حائضا لا تدخل المصلى تشهد الخير ودعوة المسلمين وتنال من بركة ذلك المشهد العظيم وقد قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين يعني لولا أهمية الموضوع ما أمر الحيض أن يخرجنا الحيض أن يخرجنا والأبكار والعواتق وذوات الخدور ويشهدنا دعوة المسلمين حتى قالت إحدهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب وحد ما عندها جلباب قال فلتعرها أختها من جلابيبها إعارة إعارة عارية عارية سبحان الله محمد فضل يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الشيخ محمد إياك الله يا أخي أنا في مكة الله يحبك ما شاء الله ما شاء الله وإتخذت بنسك قارن أيوة وإعتمرت وبعد العمرة قصرت من شعرك لا إذا شوف إذا اعتمرت وقصرت من شعرك بنية التحلل من العمرة فأنت متمتع لا أنا ما دخلت بنية التمتع دخلت بنية القران وفي المحرم لبيت بحج وعمرة وحج يعني يعني تقصد الآن أن أن التقصير وقع جهلا إيه تقصير وقع جهلا وقع جهلا وقع جهلا إلى حج السعلي أيوة إذن خرص أنت الآن أنت نويت قران وطفت القدوم مع سعي الحج والعمرة هذا السعي سعيت سعي الحج إيه خرص معنى أنت على نيتك والتقصير الذي حصل لا عبرة به لأنك ما نويت التمتع ولا نويت فسخ القران إلى تمتع وإنما وقع جهلا منك لكن إذا قلت يعني هل الأفضل أن أفسخها إلى عمره ما دام أني سويت طواف سعي وأقصر بنية التحلل من عمره ثم أحرم بالحج نعم لكذلك وإن قلت خراص الآن يعني صارت ليلة التاسع وأنا نويت قران واستمرت قران والتقصير الذي حصل تقصير عن جهل فأنت باقن على قرانك سارة فضلي دفعا عليكم عليكم السلام وبركاته لو سمعت أنا عندي ذهب ما لبست المدة سنة بس أنا ما كان قد أني أكنزة بس ما دعو المناسب أني ألبس يعني زكاة ولا لا والله الأحوط يعني لو زكتي أحوط إذا بلغ نصابا الأحوط أن تزكي أبو علي تفضل السلام عليكم يا جير عليكم السلام وبركاته أنا مكيم في مكة ونوت الحج لو جبت اليوم فبطي حاضب هل هي عليها عليها دم ولا شيء لا الحاضب ما عليها دم إذا حاضبت تحرم بالحج مثلا مفردة وتذهب إلى عرفة ومزدلفة ومينة وترمي وتقصر من شعرها وتنتظر الطهرة لتطوف وتسعى وترمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي تتأخرت والحمد لله حياك الله أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله فضل الحج وفوائده ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه ليشهدوا منافع لهم فهل فكرت في هذه المنافع ما هي وما كيفية تحصيلها إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية فمنها تكفير الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه ومنها دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكفار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له كما قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون حياكم الله أيها الأخوات هذه الحلقة كما قلنا الحلقة الأخيرة في أيام معلومات لهذا الموسم هذه السنة ونلتقي بكم إن شاء الله يوم العاشر الجمعة ليلة السبت في الليل بعد ساعة التاسعة والنصف في مجلس العيد وتعليقات على النسك إن شاء الله يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعود بعد ذلك يوم الثلاثاء إلى برنامج مجالس الأحكام التاسعة بتوقيت مكة والجمعة ليلة السبت التاسعة والنصف بتوقيت مكة في برنامج بصائر بمشيئة الله طبعا نحن الآن بقي لدينا أيام التشريق بعد العيد لمشيئة الله الحادي عشر أفضلها ثم الثاني عشر والثالث عشر وهي أيام منا أيام رمي الجمار للحجاج سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي والهدي كانت تشرق فيها يعني تقدد وتنشر لتجف ويحتفظ بها أيام التشريق هذه أيام عظيمة هذه الأيام المعدودات التي ذكرها الله بقوله واذكر الله في أيام المعدودات هذه أيام التشريق المعلومات العشر والمعدودات التشريق فانتقالنا بعد ذلك من الأيام المعلومات إلى الأيام المعدودات من ذكر إلى ذكر نتنقل والحمد لله من فضل الله ما بين عبادة إلى عبادة من طاعة إلى طاعة قال عليه الصلاة والسلام أن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر يوم القر يوم الحادي عشر سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد التطواف في المشاعر أيام التشريق أيام عيد فهي أيام أكل وشرب وذكر لله وإظهار الفرح والسرور ولا يجوز صيامها ولم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي لكن فيها ذكر الله المطلق والمقيد بأدبار الصلوات بعد كل صلاة إلى ما بعد عصر يوم الثالث عشر وهو آخر أيام الذبح لأن أيام ذبح الأضاحي يستمر في أيام التشريق وهذه الأيام المعدودات أيضا فيها تكبير الله عز وجل وفيها الذكر المطلق فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرى وكان بعض السلف يستحب أن يدعو فيها بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار وكانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنه أيام أكلوا شربوا ذكر لله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها طيب ماذا يقول مثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة فإذا هذا بالنسبة لأيام التشريق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما على ذكره وشكره وحسن عبادتي السؤال يقول هل لديكم للدراسة جامعة فيه طبعا أكاديمية زاد هذه لدراسة علوم الشرعية تدرس أربعة فصول دراسية كل فصل فيه سبع مواد العقيدة التوحيد والحديث والتفسير والفقه والسيرة النبوية واللغة العربية والتربية الإسلامية وربما طبعا التسجيل فيها تم وأغلقوا الحمد لله احتمال أن يكون فتح باب التسجيل 48 ساعة بعد منتصف الحجة وقبل بدء الدراسة العام الجديد وسيعلن عن ذلك إن شاء الله تقول أنا أم لي ثلاثة أطفال مع صغر سنهم وتربيتهم أتعب كثيرا جدا جدا لدرجة أني لا أستطيع النهوض لصلاة الفجر لا يا أختي ينبغي عليك أن تحتاطي وتنامي مبكرا قدر الإمكان وتستعيني بمثلا المنبه الساعة إيقاظ الزوج لك وهكذا لأن الصلاة كانت على مؤمنة كتابا موقوطة أنت مأجورة على صبرك على الأولاد ورعايتك الأولاد ترى رعاية الأولاد إطعام الأولاد تنظيف الأولاد تنظيف البيت خدمة الزوج الطبخ لهم هذه ترى من أعمال المرأة الصالحة العظيمة في هذه العشر وفي غيرها تؤجر عليها لو لهذه البيت ما يطاق ما يطاق البيت فإذن عمل المرأة ما تستهين في عمل المرأة لها عمل عظيم هذا العمل لو قدر كم ساعة لو أعطيت أجر عليه كم تأخذ شيء كثير يقول نحن في ألمانيا لا نتمكن من الذبح يمعيد الأضحى لأنهم يصعقون للكهرباء وتموت تصبح جيفة هل نرسلها إلى المغرب إلى بلادنا نعم عجزتم عن الذبح أرسلوها والحمد لله الحاض فيهم عرفة في عبادات كثيرة جدا وسبق يا إخواني سبق ذكرنا لكم مئة وسبعين قرابة مئة وسبعين عمل صالح ومن يريد إرسال هذه الأعمال لو قال واحد بقي أقل من ثمانية واربعين ساعة نريد أن نذكر أنفسنا بالأعمال وكذلك الأدعية الأدعية لأنه غدا نحن الآن في عرفة والدعاء شأنه عظيم فسبق أن أرسلنا أيضا لمن طلب من الإخوة والأخوات رسالة صغيرة بعنوان مئة دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة مئة دعاء من الكتاب والسنة هذا الرقم أمامكم من شاء أن ترسل إليه الأعمال الصالحة يكتب الأعمال الصالحة أو يكتب أدعية وترسل له إن شاء الله على هذا الرقم إذا كان عنده برامج الواتساب 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 هذا الرقم من نسبة لإرسال الأدعية أو دليل الأعمال الصالحة أو مختصر للأعمال الصالحة سبق ذكرنا بقرابة مئة وسبعين عمل صالح فلما تقول حائض أنا فقط نقول فقط أنت لا تصلين ولا تصومين لكن عندك أكثر من مئة عمل صالح تعملينه لو أردتي والحمد لله الحمد لله على فضله ونعمته طيب يقول هل من يتكلم أثناء الأذان تلعن الملائكة لا لا يقال تلعن الملائكة لكن يقال المستحب الإنسان يشرع له أن ينصت للأذان وأن يردد مع المؤذن ينصت ويردد توفي الجدتي عليها قضاء وأمي أيضا عليها صيام هل تقدم الصيام عن نفسها ولا قضاء عن أمها تقدم الصيام عن نفسها طبعا تقدم الصيام عن نفسها إذا شطفت الولد هل أتوضأ نعم نعم توضأي لأن كثيرا من أهل العلم قالوا بذلك يعني إذا مست العورة توضأت لكن لو جات نجاسة على اليد مثلا وأنت متوضي ألا ينقض الوضوء بس تغسري النجاسة فقط طيب يقول ماذا بالنسبة لعقوبة المرأة إذا يعني عصد زوجها دلت نصوص الكتاب والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا وأن الزوجة مأمورة بطاعته وحسن معاشرتي ألا أخبركم بنسائكم في الجنة كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيأ إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى لا أكتحل بغمض حتى ترضى فيتبادر وتعتذر يقول ما حكم الشرع في توكيل شخص بالحج عن آخر لا يعرفه عن طريق وسيط مقابل المال نقول لا يجوز أن يكون قصد الشخص المال ويجعل حج وسيلة لا لكن لو واحد تشتاق نفسه للبيت العتيق والمشاعر فقال أنا أحج عن ميتكم وأخذ المال فقط لأن هذا حاجته في السفراء واللي قصته أن ينفع الميت ويحسن إليه وأنه هو يستثمر الوقت هناك ويدعو أيضا لنفسه يعني واحد أحج عن غيره ما يدعو لنفسه يدعو لنفسه أيضا يدعو لنفسه أما واحد يقول يا جماعة علي دين شوفوا لي حجة يا جماعة محتاج فلوس شوفوا لي أحد أحج عن لا لا ما له عند الله من خلاق طيب يقول ما حكم إذا أخذت السلع من التجار مقابل الشيكات بالآجل نقول تملكت السلع ويجوز لك التصرف فيها عندئذ وبالتالي عليك الوفاء طبعا يقول السؤال بالنسبة للإيلاء ما هو نقول الامتناع عن الزوجة بالحلف تربص أربعة أشهر فإن فاءوا إذا رجعوا الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أما يعلقها لا زوجة لها حقوق ولا مطلقة حرم لا يجوز اللعب بالزهر والنرد لا يجوز طبعا في أسئلة أخرى بعضها أسئلة خاصة فيها نوع من الإحراج في عرضها عندكم الرقم الخاص بالأسئلة الخاصة الأسئلة الخاصة والأسئلة التي فيها حرج في عرضها على هذا الرقم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجعل مثوان الجنة والفردوس الأعلى وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار وأن يقين عذاب النار نسأل حسن الخاتمة وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله الهداية والتقى نسأل الله الهدى والغنى نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يجمعنا على خير دائما إلى لقائنا القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته